تستمر معاناة النازحين في العراق وأحوال هؤلاء الذين شردتهم الحرب تتراجع أكثر فأكثر نحو الوراء في أزمة يراد لها أن تطول لا سيما أن وراءها صفقات فساد يقف خلفها سياسيون وميليشيات يعتاشون على ألام النازحين ولا يخفي النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري أن تلك الصفقات أهدرت ملايين الدنانير كانت من المفترض أن تعين النازحين على قساوة حياة المخيمات وفي حال عودتهم تؤمن حياة كريمة لهم في وطن يملك ما يملك من الثروات ولا تزال معظم مدنه مدمرة ويستجدي سياسيه أموال الإعمار من دول الجوار هذا هو عراق اليوم الذي لم يعد بعيون أبنائه فقط مجرد أقطاعيات وممالك لهؤلاء الساسة والميليشيات بل بعيون الغرب ولا سيما أمريكا التي كانت سببا فيما وصل إليه من تحكم هذه الطبقة الحاكمة بمصير شعبه حتى ذهب أعلى سلطة بالهرم فيها وهو ترامب لوصفهم ممازحا إنهم أبرع مجموعة من اللصوص بحسب ما نقلت عنه مجلة نيوزويك الأمريكية ويقول عضو الكونغرس الأمريكي السابق مايكين فالنغان لوصف هذا الوضع المأساوي إن العراقيين يمكن أن يواجهوا العنف كعقاب جراء اعتراضهم أو وقوفهم في وجه من نصفهم بالعصابة الحاكمة في البلاد وخصوصا ميليشيات الحجد التي بدأت تمارس الأبتزاز على نطاق أوسع على المواطنين لتمويل نفسها في ظل نقص الدعم الذي تطلقاه من إيران جراء العقوبات الأمريكية على طهران لكن ماذا عن الخلاص يقول فالنغان إنه مرهون بإطاحة العراقين بهذه الشرور المزدوجة من السياسين الذين يستمدون قوتهم من صياط الميليشيات وإلا فإن العراق مهدد كما يرى فالنغان ومراقبون آخرون بموجات عنف أخرى ستدمر ما بقي منه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتظل هذه الطبقة الحاكمة جاثمة على صدره كالكابوس الذي لن ينتهي ما لم تشرق شمس التغيير